إبراهيم رئيسي المثيل الجدل والمتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها مجازر 1988 التي ارتكبها في حق مسجونين سياسيين نصب اليوم رئيساً لإيران خلفاً لسلفه حسن روحاني الخميس سيؤدي لأمين الدستورية أمام البرلمان في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجيني لثيقة نواب على تسميتهم بطبيعة الحال سيبدأ رئيسي عهداً لأربع سنوات قد يمتد لثمانين أخرى يواجه خلالها تحديات وأزمات اقتصادية تعصف بالبلاد كما يواجه تجاذباً مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأمريكية والمبحثات النووية التي تركت أثرها على الاقتصاد وأصبحت إيران تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية على الإطلاق بفعل العقوبات الأمريكية فقمها تفشي فيروس كورونا في البلاد رئيسي في تصريحات أوردها مكتبه قبل أيام أبدأ أملاً كبيراً بمستقبل البلاد مشدداً على أن مهمته هي تخطي الصعوبات والقيود الحالية بالإضافة إلى الدفاع عن الطبقات المهمشة ومكافحة الفساد وهي الشعارات التي منفك الرئيس المتشدد يرددها خلال حملاتي الانتخابية عامي 2017 و2021 لكن الواقع على الأرض يشي تماماً بعكس وعود رئيسي فاحتجاجات الأحواز المستمرة منذ شهر يونيو تنافتك تصريحات خصوصاً وأن شرارتها أطلقتها الطبقات المهمشة التي وعد رئيسي بالدفاع عنها تلك الاحتجاجات لم يبدو النظام أي استعداد لمعالجة أسبابها فراح يسخر كل إمكانياته لقمعها والآن أصبح رئيسي أمام اختبار حقيقي لإخماد تلك الاحتجاجات وهي التي توسعت لتطال مدن أخرى أبرزها عاصمة القرار في إيران أي طهران بينما يتولى رئيسي منصبة تخوض إيران مع القوى الكبرى في بيانا وبمشاركة أمريكية غير مباشرة مباحثات لإحياء الاتفاق النووي سبق لرئيسي التأكيد أنه سيدعم تلك المباحثات بشرط واحد أن تحقق المفاوضات نتائج للشعب لكن الخامناء الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا قال إن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن ثقة بالغرب لا تنفع وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل حول إن كان الخامناء ورئيسي تقاسمان النظرة نفسها حيال المفاوضات وفي توتر إضافي مع الغرب تواجه إيران اتهمات بالوقوف خلف هجوم طال ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عمان أدى لمقتل اثنين من طاقمها